أهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتبارا من يونيو الجاري وأكد المركز الإعلامي استمرار صرف المعاشات لجميع حامل البطاقات التقليدية بداية من شهر يونيو الجاري من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة مشددا على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص كما ناشد المركز أصحاب البطاقات التقليدية بسرعة التوجه إلى أقرب مكتب باريد أو أحد فروع البنك الزراعي لتغيير بطاقة الصرف إلى كارت ميزة دون تحمل أي أعباء مالية على أن تتم عمليات الصرف من الكارت الجديد اعتبارا من الشهر التالي لإجراء عمليات التحويل أشاد أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الدولي الذي يضم عاشرة مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضو بالبنك بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنفذها مصر منذ عام 2016 وتعاملها مع التحديات الاقتصادية المختلفة وخلال لقاء موسع عقدته وزيرة التعاون الدولي مع الوفد تأكد أعضاء الوفد حرص البنك على التعاون مع مصر في جميع مجالات التنمية لا سيما الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع شهد اللقاء مباحثات على مستوى ملفات الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي لا سيما إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين وذلك تساقن مع رؤية الدولة التنموية 2030 والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها حياة كريمة أكد رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب أنه تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة وخلال زيارته لدولة قطر عرض عبدالوهاب على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيموية والبيترو كيمويات والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكدت وزيرة التخطيط هالا سعيد أن استضافة مصر لقمة المناخ كاب 27 تأتي في إطار العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس جاء ذلك خلال لقاء مع وزيرة المالية الإندونسية سري مولياني لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي تواجه دول العالم في الشهور الأخيرة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وسبل دعم جهود الدول لمواجهة هذه التحديات أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على متابعة الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الانتهاء من المشروع القومي لتطوير المجازر ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات جاء ذلك خلال تفاقده مشروع إنشاء المجزر الأليل جديد بضميات والمحجر الصحي ووحدة تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطة والذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية تبلغ 295 مليون جنيه كما تم خلال الجولة افتتاح طريق الدكتور مصطفى مشرفة وميدان أبو الوفاء الشهابية بتكلفة تبلغ 187 مليون جنيه أكد وزير البترول طرق الملة استمرار الجهود المبدولة لتأمين توفر المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلية وتأمين توفر الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء جاء ذلك خلال اجتماع الملة مع عدد من قيادات قطاع البترول في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة تأمين إمدادات الوقود محليا وشدد وزير البترول على أهمية متابعة الأرصدة من المنتجات البترولية والبتجاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظيا لحركة تداولها بواسطة غرفة العمليات المركزية ومنظومتي المتابعة الإلكترونية التي تعملان بكفاءة في هذا الشأن عبر توظيف التكنولوجية الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمية إلى البرصة المصرية حيث تباينت المؤشرات بختام التعاملات التراجع المؤشر الرئيسي في مرتفع مؤشرات EGX70 و EGX100 وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 89 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659 و 829 من ألف مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9986 نقطة ليغلق عند مستوى 9984 منخفضاً بالنسبة 81 ملمائة بالمئة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1753 نقطة ليغلق عند مستوى 1762 نقطة مرتفعاً بالنسبة 49 ملمائة بالمئة كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2629 نقطة ليغلق عند مستوى 2639 نقطة مرتفعاً بالنسبة 14 بالمئة إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولر الأمريكي 18 و59 ملمائة جنيهاً للشراء و18 و67 ملمائة جنيهاً للبيع من نسبة لليورو وصل إلى 19 و95 ملمائة 20 و4 ملمائة الجنيه الاسترليني 23 و35 ملمائة 23 و46 ملمائة الدرهم الإماراتي 65 ملمائة 85 ملمائة أخيراً أريال السعودي 94 ملمائة 97 ملمائة تبيع دبي حصة أقلية في ميناء رئيسي ومنطقة أعمال إلى صندوق تقاعد كندي بما سيساعد الشركة الحكومية الإماراتية التي تدير تلك المنشآت على تقليل عبء ديونها وأعلنت موانئ دبي العالمية أن الصندوق الكندي سيحصل على حصة تبلغ نسبتها 220 بالمئة عبر مشروع مشارك جديد معها سيستثمر الصندوق بموجبه 5 مليارات دولار في ثلاث منشآت واقترضت أكبر شركة لإدارات الموانئ في العالم 8.1 مليار دولار في 2020 لتمويل شراء دبي لحصة صغار المساهمين وإعادة الشركة للملكية الكاملة للحكومة نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى أميمة وياسر إليكم شكرا لك يا رغضة شكرا لكم